محاضرة الثالثة عشر الجزء الرابع باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس عن ابن عمر رضي الله عنهما حين قلنا الرواه كلهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإثاء الزكاة والحج وصوم رمضان وقلنا أن في حديث عبد الله بن عمر قدم الحج على الصوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول بني الإسلام أي أن الإسلام لا يقوم ولا يتحقق كاملا إلا بهذه الأعمال الخمسة كما لا يقوم البيت إلا على خمس دعائم خمس دعائم أربعة جدران وإيه؟ مساقف مش كدة البيوت بتقام هكذا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يجوز أن تقول شهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويجوز أن تقول شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رفعا وجرا مجرورة بشيء محزوف في شهادة أن لا إله إلا الله معناه أن أحدها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هكذا مطقة عربية معناها أن لابد من شهادة التوحيد والشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة صلى الله عليه وسلم وأن محمدا رسول الله أي أن العمل الأول من أعمال الإسلام الشهادة وهذان العنصر الأساثي الذي لا يتحقق إسلام العبد إلا بوجوده وعبوا لنا مسلم ولم يأتي بالشهادة لا يكون مسلما أصلا كما يسقط البيت إذا تدخل دعامته الوسطى لو أننا عملنا خيمة في 8 شعر بنعمله أربعة أركان والخيمة اللي في الوسط اللي بترفع صقف صقف الخيمة هذه الشهادة لو شلتها اللي يحصل بيسقط الصقف كذلك يبطل إسلام المرء إذا لم يأتي بالشهادتين أما إذا أتى بهما وقصر في بقية الأعمال أربعة إحنا قلنا هل يبقى كفر؟ لا يبطل إيمان ولا يكفر إنما يكون مؤمنا فاسقا مؤمنا فاسقا معنى الشهادتين أن ينطق العبد بالشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعتقد بوحدانية الله رسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بيصدق بقلبه بهم بيعتقد معناهما كثير من المسلمين ما يعرفوش معنى لا إله إلا الله أبو جاهل لما راح مع وفدي من الكفار لأبو طالب وقالوا للنبي صلى الله لأبو طالب قالوا له يعني خل بيننا وبين ابن أخيك حتى يعني يسكت عننا ولا يذعو الناس إلى دينه هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبو طالب دعني أحدثه فقال لهم مما قال قال إن معي كلمة لو قلتموها لو أنت قلتوها لذانك لكم العرب والعزم أصبحت ملوك الدنيا كلها قال أبو جهل بجهله وأبيك لنعطيك إياها وعصر أمثالها يعني إحنا ما إيه كلمة يعني نحن نديك الكلمة دي وعصر زيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم تشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأني رسول الله لم يرضى أبو جهل ليه؟ لأنه فاهم معنى لا إله إلا الله في كثير من المسلمين مش عارفين ما هذا لا إله إلا الله كثير من من ينتسبون للإسلام ما يعرفوش معنى لا إله إلا الله فلابد أن يعرف يكون أولا شاهد باللسان مصدق بالقند معتقد لمعناها وعامل بمقتضاها يقولوا لا إله إلا الله عامل زي المفتاح من غير أسنان مثل هذا المفتاح بس من غير أسنان الأسنان بتاعته إيه؟ الصلاة، الصوم، الزكاة، الأخلاق، الحد لو من غير أسنان وحطط عشان يفتح بيفتح بيفتحش يبقى لابد أن يكون عاملا بمقتضا لا إله إلا الله هذا هو المعنى عشان تنفعه ويكون صعبه في دار الآخرة من الفائزين بالجنة والناجين من النار يبقى لابد أن يكون مصدق بقلبه ومعتقد لمعناها عامل بمقتضاها إنه مجرد النطق بالشهادتين والانقياد لشرائع الإسلام ظاهرا مع عدم لأعتقاد الباطن هذا لا ينفع الإنسان في الآخرة ولا ينجيه من النار قد ينفعه في الدنيا نحكم على أنه مسلم ومن يوكل أمر الباطل المين لله سبحانه وتعالى لكن الله سبحانه وتعالى يعلم بخفايا القلوب والصدور يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يبقى الشهادة التي نطق بها لسانه دون موافقة القلب عليها لينطبق معنا الشهادة وإلا فيه كثير من الناس بيقولونا السلام عليكم وإن شاء الله وإن شهدون لا إله إلا الله من بارح جالنا واحد من من منظمة اسمها بيس عارفين اللي بيجمعوا كل الأديان مع بعض يعملوا البيس العالمي السلام العالمي للناس جاي هو من أصول الصينية لكن مولود هنا والتانية أمريكية بيضة وجاي محجبة تماما لما تشوفيها تقولي علاقة مسلمة تمام وهو داخل المسجد صلى معنا هكذا قال لي الشباب وأنا رأيته لما سلمت من العجل لأيته بيصلي لأيته بيصلي واد معايا السلام عليكم وإن شاء الله ربنا يجمعنا جميعا في الجنة إن شاء الله وبدأ يتكلم وبدأ يتكلم هذا لسان مش كده بيعمل عمل كويس يعني بيبغي عمل طيب إذا كان بيبغوا السلام الحقيقي يعني مش السلام المضروف في الخلاط إنما السلام الحقيقي عمل طيب لكن بيقول لا إلا الله بقول محمد رسول الله كل واحد له دينه يعني مؤمنين بكذا ومؤمنين بكذا حتى ليه فيست الغير مؤمنين كبال إحنا مؤمنين بهم ونحبهم والحب شيء إن إحنا نقولون أنهم من آل الجنة والنار شيء آخر مش كده القرآن الكريم أثبت إننا ممكن نحب الكفار ربنا سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له كذا إنك لا تهدي من يحبه وبطالب ما تكافر أنها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم هذا إثبات من القرآن الكريم فالناس لا يكفي النطق بالإسان فقط إنما لابد فيها من توافر شروط الشهادة وهي العلم فاعلم أنه لا إله إلا الله اليقين والاعتقاد والصدق والإخلاص لابد في الشهادة من اعتقاد القلب به وإيمانه بمعناه بيؤكد هذا كلام البخاري في مجاة في رواية أخرى البخاري بني الإسلام على خمس إيمان بالله ورسوله رواية أخرى بني الإسلام على خمس إيمان بالله ورسوله هكذا قال النبي في رواية مسلم على أن يعبد الله ويكفر بما دونه يعني يتوحد ربنا سبحانه وتعالى إقام الصلاة الركن الثاني يعني العلماء دائما يقولوا أن الصلاة هي أهم ركن من الأركان أهم ركن من أركان الإسلام تعرفين كده مش كده يعني بيكفر المسلم أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة الزكاة زكاة معه فلوس يطلع معه وش خلاص الصوم إذا كان قادر أن يصوم ما يقدرش خلاص يطلع فدية ما يقدرش خلاص انتهى أمره الحج من استطاع إليه سبيله لكن الصلاة لا الصلاة لا ما يستطعش يصلي واقف يصلي قاعد يصلي مضجع يجري أعمال الصلاة على عيني على يدي على قلب بأي طريقة ما يستطعش يتوضع يتيم ما يستطعش يصلي ما تترك أبدا إقام الصلاة هذه من أهم أركان الإسلام بعد التوحيد إذنك جاءت بعد التوحيد مباشرة تقر أنه لا إله إلا الله وأن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي من عند الله ورسوله القاتل بعدها تقيم الصلاة يعني تحافظ عليه وكلمة أقامة دي حاجة عجيبة جدا من الألفاظ العجيبة جدا في اللغة أقام هذا أقام يعني أداها في وقته وأداها كما أداها رسول الله وأداها بخشوعه يبقى أقام أقام الصلاة متعددة بالخشوع بالسنن بما قبلها من وضوء وتهيئة كما فعلها رسول الله صلوه كما رأيتموني أصلي يؤديها في وقتها في المتأقام غير الأداء العادي لإقامة هذه لا معاني متعددة أقام الصلاة إقامة الصلاة طبعا معروفة في أوقاتها الخمسة وبشرطها المعلومة وأركانها وسننها إيطاء الزكاة ثالث الأركان إخراج الزكاة المفروضة والنبي فصلها صلى الله عليه وسلم بيكون عنده مال والذي بيكون عنده أنعام والذي بيكون عنده زرعة كل واحد منهم له إيه؟ له طريقة صاحب المال لازم يمر عليه الحول اللي هو العام الهجري الكامل ولابد أن يبلغ النصاب وحدد النصاب بالعشرين دينار من الذهب يعني حوالي خمسة وتمانين جرام من عشرين دينار اللي هو خمسة وتمانين جرام من الذهب بنعمله حاصل دار بسعر الجرام اليوم في خمسة وتمانين المبلغ الناتج هذا بنطلع منه الزكاة والأصناف المستحقين ربنا ذكرهم إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبن السبيل فريضة من الله والله علي منحكين ثمان أصناف ثمانية أصناف تصرف لمستحقها ولو أن كل مسلم يخرج زكاة ماله ما بقى في مسلمين فقراء وما نشأت هذه المنظمات التي تنادف الناس يعني إن بعض من إخوانكم يموتون بالجوع ليس بعضا بل ملايين من إخوانكم في الصمال وفي اليمن وفي غيرها من بلاد المسلمين يموتون جوعا لأن ما جاء جائع إلا بواحد أصيب بالتخمة لأنه لم يخرج زكاة ماله الحج هنا ذكروا الركن الرابع ذكر الحج الركن الرابع الأصل إن هو الحج الركن الكام الخامس لكن ابن عمر هنا وقع هنا تقديم الحج على الصوم وعليه بان البخاري ترتيبه لكن وقع في مسلم من رواية سعيد بن عبيلة عن ابن عمر بتقديم الصوم على الحج يبقى كذلك نفس الرواية لكن من طريق آخر عن ابن عمر عند مسلم بيقدم الصوم على الحج بيجعل الحج والآخر قال فقال رجل الحج وصيام رمضان فقال ابن عمر لا صيام رمضان والحج هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طب إيه المشكلة بقى رواية حنظلة هذه اللي رواها البخاري اشعر بأن رواية حنظلة التي في البخاري مروية بالمعنى إما لأنه لم يسمع رد ابن عمر على الرجل لتعدد المجلس لأنه ابن عمر مش بيقول الحديث مرة واحدة وخلاص وبينساه بيقعد في مجلس أخرى وبيتكلم أو حضر ذلك ثم نسيه وحصل منه الشك من الراوي بعض العلماء قالوا ربما ابن عمر سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريقتين وهذا أمر بعيد هذا أمر بعيد هذا أمر بعيد وبعضهم قالوا أن يمكن عمر بن الخط ابن عمر سمع ونساه تطرق إليه النسيان فقدم وآخر قدم وآخر لكن هذا التنويع بيدل على أنه روي بالمعنى في رواية حنظلة ابن أبي سفيان وبعيده ما واقع عند البخاري في تفسير بتقديم الصيام على الزكاة فيقال إن الصحابي سمعوا على ثلاثة أوجه هذا أمر مستبعد إنما إيه؟ دلال على أنه رواه بالمعنى رواه بالمعنى حج رابع أركان الإسلام في هذا الحديث وخمس الأركان في رواية مسلم هو مطلوب الحج مرة وحيدة في العمر اللي يحجل فريضه من استطاع إليه سبيلا من استطاع إليه سبيلا من يملك الزاد والراحلة وأمن الطريق زاد وراحلة وأمن الطريق علي أن يحج اللي يحجل فريضة الإسلام فريضة الإسلام هو أن أرد أن يستزيد فليستزيد سأصلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الكفر والفخر كما تنفي النار خبث الحديث كان ابن المبارك كان يحج عاما ويجاهد عاما فذات مرة كان في الحج في الطريق وجد فتاة بتأخذ بعض الطيور الميتة من مكان فيه الزبالة أجلكم الله مكان الذي يلقي الناس فيها القذرات فسألها قالت نحن جوعا ولا نأكله شيئا فأمر الذي كان معه أن يعطيهم أموال الحج كلهم ثم عاد وقال هذا أفيد من الحج الأمر الخامس اللي هو الرابع عند مسلم صوم رمضان وإن شاء الله سنصلح مفصلا شهر رمضان هو شهر واحد في السنة الله سبحانه وتعالى ذكر فيه يا أيها الذين آمنوا وكتب عليكم الصيام كتب إذا بني الفعل للمجهول العلم بالفعل سبحانه وتعالى لكن تلال على أن الأمر المكتوب أمر شديد مش أمر بسيط الصيام مش أمر بسيط الامتناع عن الطعام والشراب طبعا في بلاد المسلمين كان أمر سهل لكن هنا جماعة اللي عاديين يأكلوا ليلة نهار دول هذا الأمر في منتاج صعوبة قال كما كتب على الذين من قبلكم السبب إيه؟ الغاية 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 اللي هو السقف اللي هو المقاصد مقاصد طالب العلم عنده أساس وعنده حطان وعنده سقف السقف اللي هي الإيه؟ الغاية بالأساس العلوم حفظ القرآن والسنة مش كده؟ والأركان هذه اللي هي كيفية كيفية إيصال المعلومات مع بعض من السيرة وغيرها من وقائع الناس ثم السقف اللي هو المقاصد قال لعلكم تتقون وعلى ربنا سبحانه وتعالى لما عرف إن الأمر ده شديد على الناس قال لنا أننا فرضتوا على غيركم وغيركم عملوا وأنا كمان عايزكم تصلوا إلى أعلى درجة اليوم من يتق الله يجعل لهم أخرجة من يتق الله يكفر عنه سيئاتي ويعظم له أجرة من يتق الله يجعل له من أمره يسرة إن الله مع المتقين ومن يتق الله يجعل له فرقانة كل هذه الأمور هذا تحبيب وبعدين أراد التخفيف الأيام معدودة شوات أيام مش كتير والحاجة أيام معدودة وكمان من كان منكم مريضا أو على سفر لا فيش مشكلة عدة من أيام الأخرى شوف كم يوم هتفطر وبقضيهم بعدين قضيهم بعدين لكن قال بعديها وأن تصوموا خيروا لكم إن كنتم تعلمون لو تعرف حقيقة الصوم ده هي بيدي فائدة كبيرة جدا لك مش فائدة بس في الآخرة فائدة في حياتك أي ماشين بتشتغل 24 ساعة التنصر الشهر محتاجة تغد راحة مش كده كذلك المعدة والأعضاء هذه محتاجة راحة وبعدين قال شهر رمضان بعد ما الأيام معدودة أيام معدودات بتكفي أن يغير الإنسان عاداته السيئة إلى عادات طيبة علماء النفس قالوا إن الإنسان يحتاج إلى تبديل عاداته السيئة إلى عادة أخرى طيبة محتاج 21 يوم يشيل العادة السيئة يحط مكانها العادة الطيبة العادة الطيبة طيب ما ربنا قال أيام معدودات والشهر عندنا 29 يوم أو 30 يوم أنا عندنا 29 يوم 21 يوم منهم إيه اللي حصل فيهم تغيرت العادة وعندك كمان 8 أيام أو 9 أيام أكدت على العادة الصحيحة الطيبة عشان تستمر عليه وربنا سبحانه وتعالى أعطانا الطريق كمان أعطانا إزاي نستعين على تغيير العادات السيئة قال شهر رمضان الذي أنزل فيه طيب هذا واحد يبقى من الصيام بس يبقى مع الصيام تشغل نفسك بالقرآن شهر رمضان فيه من الفضائل الكثيرة والخير الكثير إن شاء الله هو خلاص يعني كلها شهر حوالي ستة أيام أو سبعة أيام ويأتي شهر الخير اللهم بلغنا رمضان يا رب يستفد من الحديث أن أركان الإسلام تنقسم إلى أربعة منها لساني قلبي منها ما هو عمل لساني قلبي وهو الشهادتات الشهادة عمل لساني لا إله إلا الله محمد رسول لكن القلبي كمان إيه؟ مصدق لابد من نطق اللسان وتصديق الجنان ومنها ما هو عمل بدني اللي هو الصلاة والصوم ومنها ما هو مالي محض اللي هو الزكاة ومنها ما هو عمل بدني ومالي اللي هو الحج العيني من شراح البخاري كذلك قال يدل ظاهر الحديث على أن الشخص لا يكون مسلما عند ترك شيء من هذه الأركان يدل ظاهر الحديث على أن الشخص لا يكون مسلما عند ترك شيء من هذه الأركان لكن الإجماع منعقد على أن العبد لا يكفر بترك شيء غير الشهادتين اتفاقا يبقى ترك الصلاة كافر أو غير كافر؟ إلا أحمد أحمد يرى أنه كافر يرى أنه كافر لم بقيت أهل العلم وبعض المالكية كمان لكن كل أهل العلم قاله إذا نسأله سؤال أنت تركتها ليه؟ أنت ما تسألش ليه؟ ربنا ما فردش الصلاة هذا كافر جعود يا أخي ادعيه لربنا يهديني أنا أكيدا مش عارف ماليش تتنضحك علي آه مسلم عاصي مسلم عاصي ده اللي حدث بين الشافع وابن ابن حنبل في الحوار المعروف لما قال له الشافعي قال يا أحمد ما تقول في ترك الصلاة قال كافر قال الشافعي فما تقول في قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله لم يستطع أن يرد أحمد ما عرف يرد فالإجماع منعقد على أن العبد لا يكفر بترك شيء غير الشهادتين اتفاقا غير الصلاة عند أحمد وبعض الملكية إلا إذا تركها جهودا طبعا والأذن على كفر ترك الصلاة كثيرة العهد الذي بيننا بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ويا عمك في كل من ترك الصلاة ولو كسلت لكن العلماء فصلوا فيها في مقاصد الفهم وبيؤكد ذلك بالرأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة يذل على عظم شأن الصلاة ما كان عامل زي العمود من الفسطات الخيمة يعني إذا سقط سقط الفسطات سقط الخيمة كلها إذا فقدت الصلاة سقطت دين تاركها فلم يبق له دين لأن مجرد ترك الصلاة كفر ليخرج من الملة عند أحمد تدليل أحمد عند من قال ذلك حتى ولو تركها إيه كسلا جحود من ترك الصلاة جحودا الأئمة بالاتفاق كافر إنما كسلا الاختلاف عند أحمد كافر وبعض الملكية عند غير يملاء طبعا هناك مطابقة في كون الترجمة جزءا من الحديث ليبني الإسلام على خمس والكتاب اسمه كتاب الإيه الإيمان كتابه الإيمان والباب فيه باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وقلنا إن من ضمن الأمور التي ينبني عليها الإسلام أمر لساني قلبي بني الإسلام والشهادتين لازم تكون لسان وإيه؟ وقلب تسأل الله العظيم رب العرش العظيم نجعلنا وإياكم من المؤمنين المسلمين المحسنين اللهم أمين صلى الله وسلم ومبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كتابا